بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات نقدم لكم آخر المستجدات المتعلقة بالجائحة العالمية الناتجة عن فيروس السارسكوب 2 في بلادنا عفوا فخلال الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة سجلت على الصعيد الوطن 1472 حالة جديدة مؤكدة ليرتفع إجمال الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 42489 حالة مؤكدة أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ اليوم 117 لكل مائة ألف نسمة على أنه خلال الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة أصيب من كل مائة ألف مواطن مغربي أربعة أشخاص بالتعفون بهذا الفيروس وتفصيلاً فإن 1472 حالة المسجلة في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة سجلت حسب جهات وأقاليم وعملات المملكة كما يلي جهة مراكش أسفي 303 ديال الحالات من بينها 129 في مراكش 40 في أرحمنا 28 بالحوز 12 بأسفي 9 حالة بششواء 3 باليوسفية وحالتان بقلعة الصراغنا في المركز الثاني جهة فاس مكناس 225 حالة من بينها 63 حالة بمدينة فاس 39 بمكناس 34 بتازا 32 بصفرو 24 ببولمان 18 بتونات 7 بإفرانس 6 بملاي عقوب وحالتان بالحاجب في المركز الثالث جهة بني ملال خنيفة 224 حالة في 24 ساعة من بينها 150 حالة بني ملال 31 حالة بالفقه بن صالح 27 بخنيفة 14 بخريبقة وحالتان بأزلة جهة الدار البيضاء 6 121 حالة من بينها 192 حالة بالدار البيضاء الكبرى 11 بالمحمدية 7 بالنواصر 5 بكل من مديونة والجديدة وحالة واحدة ببرشيد بعد ذلك تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة 150 حالة في 24 ساعة الأخيرة من بينها 55 حالة بسلا 39 بسخيرات تمارا 27 بالقنيطرة 16 بالرباط 7 بسيديقاسم 6 بالخميسات جهة طنجة تطوان الحسيمة 145 حالة من بينها 74 حالة بطنجة 22 حالة بالحسيمة 20 حالة بالعرائش 14 حالة بتطوان 12 بالمضيق الفنيدق جوج بالفحص أنجرة وحالة واحدة بوزان جهة ضرعاء تافيللت 112 حالة من بينها 75 حالة بالرشيدية 25 حالة بورزازات 10 حالة بزاقورا وحالة واحدة بكل من تنغير وميدلت جهة الشرق 31 حالة من بينها 21 حالة بقرسيف 4 حالة بفيقيق 3 حالة بوجد أنقاد حالتان بتوريفت وحالة ببركان جهة سوس مسا 28 حالة 16 بأقدير الدوتانان حالتان بتزنيت عفوا 6 حالت بتزنيت حالتان بتطاوة إنزقان أي تملول وحالة بشتوكا اتباها وحالة كذلك بترودانت جهة الدخلة ود الذهب 22 حالة 20 حالة بالدخلة وحالتان بأوسرد جهة قلميم ودنون ثمان حالات 6 حالات بتانطان حالة بأس الزاق وحالة بسيدي إفني جهة العيون الساقية الحمراء ثلاث حالات كلها بالعيون إذن هذا هو التوزيع الجغرافي ديال 1472 حالة ديال هذي 24 ساعة الأخيرة اللي خلوا أنه معدل إصابة كان هو ربعة لكل مئة ألف نسماء هذا المعدل الوطني ولكن حسب الأقليم المعدل كان جد مختلف بحيث إنه في 24 ساعة الأخيرة بلغ معدل إصابة الأقصى أقصى قيمة له في مدينة أو إقليم بني ملال 25 حالة لكل مئة ألف نسماء بعد ذلك إقليم الرشيدية 17 حالة لكل مئة ألف نسماء في 24 ساعة بعد ذلك مراكش مدينة مراكش 14 حالة لكل مئة ألف نسماء في 24 ساعة ثم رحمنا 12 حالة لكل مئة ألف نسماء وابعد ذلك سفرو 11 الحالة لكل مئة ألف نسماء هذ rhuma الأقليم اللي سجلو وواحد النسبة لالإصابة اللي هي كتر من عشرة في كل مئة ألف نسمة لأنه دائما التحليل يكون حسب العدد المسجل ولكن كذلك حسب السكن فيما يتعلق بالحالات المستثنت بلغت في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة عشرين ألف وتسعمية وسبعة ديال الحالات بعد إخضاعها للتحالي البخبرية اللازمة ليصبح إجمال الحالات المسبعدة في بلدنا إلى حد الوقت مليون وخمسمية وثلاثة وستين ألف ومية وعشرين للأسف الشديد تستمر وطيرة الوفيات في كونها مرتفعة وسجيت للأسف الشديد في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة ستة وعشرون حالة وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس رحمهم الله جميعا سبعين في المية من حالة الوفيات اللي تسجلوا في هذه الـ 24 ساعة الأخيرة يعني 18 حالة وفاة تسجلوا بـ 3 ديال المدن اللي هي الضال بضاء الكبرى موراكوش وطانشا كذلك جوج الحالة للوفيات سجلوا في فاس وجوج في ورزازات وكانت حالة وفاة في صفرو مكناس تمارا وخنفا جموح حالة الوفيات ستة وعشرين هذه أيام ونحن دائما متخطين لعتبة عشرين حالة وفاة في اليوم رحم الله الجميع ولله الحمد والشكر تعافى من المرض تعافيا تاما سبعمائة وثمانية وسبعون مرضا ليصبح إجمال المتعافي في بلادنا إلى حدود هذا الوقت تسعة وعشرين ألف وتلتمية أربعة أربعين ومعدل التعافي هو تسعة وستين في المية طبعا معدل التعافي ينخفض قليلا في هذه الأيام نظرا لأن حالات الجديدة أكثر من حالات التعافي ومنه فإن الحالات النشطة التي ما زالت تتلقى العلاج بمختلف جهات المملكة يبلغ عددها 12 ألف وربعمية وسبعة وثمانين أي بمعدل 34 لكل مئة ألف نسمة وهذا رقم قياسي في جنوات اليوم وأنه في كل مئة ألف مواطن مغربي كانين 34 لكي يتعالجوا دابا من هذا الفيروس نختم بالحالات الخطيرة أو الحارجة والتي بلغ عددها قبيل قليل 161 حالة موجودة بأقسام العناية المركزة والإنعاش بمختلف جهات المملكة من بين المئة وواحد وستون حالة الخطيرة أو الحارجة يوجد خمسة وستون حالة تحت التنفس الإصطناعي ومن بين هذه الخمسة وستين حالة الموجودين تحت التنفس الإصطناعي كينين 37 اللي هما موجودين تحت التنفس الإصطناعي الاختراقي الحالة الخطيرة أو الحارجة المئة والواحد وستون توجد حسب جهات المملكة كما يريد جهة الدار البيضاء ستات 47 جهة طانجة طوان الحسيمة 37 جهة مراكش أسفي 30 جهة فاسم كناس 18 جهة درعة فيلت 10 حالات خطيرة أو حارجة جهة الرباط سلا القنيطرة 9 حالات خطيرة أو حارجة جهة سوس ميسا 5 حالات 4 حالات بجهة الشرق وحالة تحت التنفس الإصطناعي الاختراقي بجهة الدخل واد الذهب كان هذا آخر رقم في المعطيات الوبائية المتعلقة بمستجدات انتشار السارسكوف 2 في بلادنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته